أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أفلا يتدبرون القرآن أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها فمن رحمة أرحم الراحمين أن جاءت الآيات لتقرر في مسألة الرضاع فالقرآن قلّى الشيء اللي هو ذكره يتعلق بهذه القضايا للقضايا الدعاوة على النبي صلى الله عليه وسلم قال وأحل الله البيعة وحرم الربا لأنه هو الذي يملك هذا الحق وفي سورة براءة فضح للمنافقين بخطاب عجيب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على إمام المتقين وخاتم النبيين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فهذا المجلس يبتدئ بسورة النبأ وسورة النبأ هي أول أوساط المفصل وغالب هذا الجزء الجزء الثلاثين هي من غالب سوره مكية ويكون التركيز فيه على إثبات البعث وأنه حق والتذكير بيوم القيامة والوعد والوعيد والجنة والنار وصدق نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بما أرسله الله تعالى به وتكذيب دعاوى المشركين في إنكارهم للبعث ونحو هذه الموضوعات وسورة النبأ وتسمى سورة عما يتساءلون هي من السور العظيمة وكل القرآن عظيم فهي تصوِّر مشاهد يوم القيامة وما يحصل للناس فيه ثم إنها تفتتح بالحديث عن هذا اليوم العظيم وهو يوم القيامة فلقد أرسل الله عز وجل رسوله محمد صلى الله عليه وسلم وأنزل عليه القرآن بالحق ليدعو الناس إلى عبادة الله وحده لا شريك له وليبين لهم أن الإنسان مهما عاش في هذه الحياة الدنيا وامتدت أيامه فإن مصيره إلى الموت ثم بعد الموت يكون البعث هو الحساب ثم يكون المستقر إما إلى جنة وإما إلى نار فقال الله تبارك وتعالى مكذباً للمشركين في إنكارهم لما جاء به رسول الله محمد عليه الصلاة والسلام من البعث وأنهم يستبعدون ذلك قال الله عما يتساءلون عما يتساءلون عن أي شيء يتساءل المشركون يسأل بعضهم بعضاً كما قال تعالى يسألون أيانا يوم الدين وقال تعالى وقالوا أئذا كنا عظاماً وروفاتاً أئنا لمبعوثون خلقاً جديداً وقال تعالى عنهم أنهم قالوا أئذا متنا وكنا تراباً ذلك رجع بعيد فقال الله عما يتساءلون عن أي شيء يسأل بعضهم بعضاً وهذا استفهام جاء الجواب عنه بقوله تعالى عن النبأ عن النبأ العظيم وهو البعث بعد الموت عن النبأ العظيم عن الخبر الهائل الباهر المفضع وهو يوم القيامة الذي هم فيه مختلفون بين مصدق بين مصدق به ومكذب وبين مؤمن به وبين كافر فالناس فيه على قولين في يوم القيامة أهل الإيمان صدقوا به وآمنوا والمشركون أنكروا ذلك واستبعدوه ثم قال تعالى متوعدًا لمنكر يوم القيامة كلا سيعلمون وكلا للردع والزجر كلا سيعلمون فهذا تهديد قال أخبرني عن الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره فاليوم الآخر هو يوم القيامة هو يوم البعث ويوم الحشر ويوم التغابن وهو يوم التناد وهو الصاخة وهو الطامة وهو يوم البعث كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون تأكيد للردع والزجر والتهديد والوعيد للمكذبين برسول الله صلى الله عليه وسلم وبما جاء به من إثبات البعث ثم شرع جل وعلا يبين قدرته العظيمة على خلق الأشياء الغريبة والأمور العجيبة التي تدل على عظيم قدرته سبحانه وتعالى وأنه على كل شيء قدير فكيف يستبعد هؤلاء المشركون إعادة الأجساد كيف يستبعدون يوم البعث ويوم القيامة ألم نجعل الأرض مهادة ألم نجعل الأرض مهادة فهذه الأرض التي يمشون عليها جعلها الله سبحانه وتعالى مُذلَّلة جعلها مُمهَّدة كما قال سبحانه وتعالى الذي جعل لكم الأرض مهدًا وسلك لكم فيها سبُلا لعلكم تهتدون وهنا قوله ألم نجعل الأرض مهادة الهمزة هنا للاستفهام التقريري أي قد جعلنا الأرض مهادة وجعل هنا بمعنى صيَّر والجعل ينقسم إلى قسمين جعلٌ شرعي وجعلٌ كوني والمراد هنا أيهما الكوني الجعل الكوني ألم نجعل الأنم نصيِّر الأرض مُمهَّدة مفروشة مبسوطة للخلائق مُذلَّلة لهم مُستقِرَّة ثابتة الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ مَهْدًا وَالْأَرْضَ فَرَشْنَاهَا فَنِعْمَ الْمَاهِدُونَ وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ بِسَاطًا لِتَسْلُكُوا مِنْهَا سُبُلاً فِجَاجًا هو الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِنْ رِزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورِ والقرآن الكريم يُفسِّر بعضه بعضًا والجبال أوتادًا أيوة جعلنا الجبال أوتادًا ثبَّتنا بها الأرض وأرسيناها حتى لا تضطرب ولألا تميد بأهلها وألقى في الأرض رواسية أن تميد بكم فجعلها الله سبحانه وتعالى جعل هذه الجبال مثبتةً للأرض بقدرته سبحانه وتعالى حتى سكنت ولم تضطرب بمن عليها والجبال أوتادًا وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا ذكر بعض أهل العلم أن هذه الجبال التي نشاهدها ثلثاها في عمق الأرض يعني مقدار الثلثين في عمق الأرض والثلث فقط فوق الأرض فسبحان الله العظيم وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا أي جعلناكم أصنافًا ذكورًا وإناثًا ليحصل التزاوج بين الذكر والأنثى وليسكن كل منهما إلى الآخر كما قال تعالى ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجًا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودةً ورحمة وقال عز وجل وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى وقال وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَا وَحَفَدَةً وقال سُبْحَانَ فَاطِرُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَمِنْ الْأَنْعَامِ أَزْوَاجًا يَذْرَأُكُمْ فِيهَ ثُمَّ أَيْضًا وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا النوم آية من آيات الله كما قال تعالى ومن آياته مَنَامُكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَار وابتغاءكم من فضله النوم أخ الموت بل هو الموتة الصغرى الله يتوفَّى الأنفسة حين موتها والتي لم تموت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى فجعل الله هذا النوم جعله قاطعًا للتعب فإذا نام الإنسان ثم استيقظ زال عنه التعب ورجع إلى حيويته ونشاطه وعمله وجعلنا نومكم سباتًا والسبات السبت هو القطع وفي النوم فائدتان الأولى راحة الجسم من تعب الكد والعمل والسير في الأرض والفائدة الثانية أنه أي النوم يعين بأمر الله على سرعة انهضام الطعام لأن المعدة تتفرغ بأمر الله إذا سكن جسم الإنسان وهدى تتفرغ لهضم هذا الطعام ففيه سكون الأعضاء وهضم الطعام وهو آية من آية الله كما سبق ولهذا كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا أراد أن ينام يقول باسمك اللهم أموت وأحيا وإذا استيقظ قال الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور فهو أخ الموت هو الموتة الصغرى وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَا لِبَاسًا أي ساترًا للكون مُغَطِّيًا لَهُ بِظَلَامِهُ يَغْشَى النَّاس هذا الظَّلام والسَّوَاد كما قال تعالى وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَاهَا وقال سبحانه وتعالى وَجَعَلْنَا اللَّيْلَا سَكَنًا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَا سَكَنًا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَا لِبَاسًا فهو يُغَطِّي الْكَوْنِ بِظَلَامِهِ يَغْشَى الْكَوْنِ وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا النَّهَار وقت جعله الله تعالى وقتًا للكسب للسعي للسير في الأرض للحركة للعمل فإذا طلعت الشمس وأشرقت بضيائها على الناس انطلق الناس بأعمالهم وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا فمن دلائل كمال قدرة الله عز وجل وعظيم نعمته أن فاوت بين الليل والنهار فجعل الليل للهدوء والسكن وجعل النهار للحركة والعمل قال الله تعالى قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون فهذه نعمة من نعم الله سبحانه وتعالى وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وبنينا فوقكم سبعا شدادا يعني السماوات السبع في اتساعها وارتفاعها وإحكامها وإتقانها كما قال تعالى الذي خلق سبع سماوات انطباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ترى من شقوق ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير شدادا قوية محكمة رفيعة البناء وأيضا قال الله عز وجل عن هذه السماوات أخبر أنها بلا عمد فقال عز وجل خلق السماوات بغير عمد ترونها بغير عمد ترونها وقال جل وعلا مبينا أنه هو الذي يمسك السماء بقدرته سبحانه وتعالى أن تقع على الأرض ولو لم يمسكها لا وقعت فقال مبينا نعمته قال ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه إن الله بالناس لرؤوف الرحيم إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان عليما قديرا إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليما غفورا وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا السراج هي الشمس تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا فجعل الله سبحانه وتعالى هذه الشمس جعل فيها من المصالح للعباد جعل فيها النور والضياء قال الله عز وجل هو الذي جعل الشمس ضياءا والقمر نورا جعل الشمس ضياءا فالشمس هذه جعلها الله سراجا منيرا وهاجا يتوهج ضوءه فتعمُّ الكون بمنافعها وبدفئها وحراراتها وضوئها وهو يستفاد منها فيها منافع عظيمة للناس وأظنكم سمعتم من أواخر ما علم بعض الأجهزة التي تشتغل عبر الطاقة الشمسية الحرارة فهذا مما هدى الله تعالى إليه عقول بني آدم ليستفيدوا من الشمس كمال الاستفادة وأنزلنا من المعصرات ماءً ثجاجة والمعصرات هي السحاب تحتلب بالمطر ولم تمطر بعد ثم بأمر الله سبحانه وتعالى ينزل المطر كما قال تعالى وينشئ السحاب الثقال وأنزلنا من المعصرات من هذه السحاب التي يعتصر منها المطر ويخرج من خلالها رحمةً بكم ولو شاء الله لنصب انصباباً فأضر بالناس لكنه ينزل شيئاً فشيئاً من المعصرات كأنها تحتلب تعتصر عصر ولو فتح الله السحاب لو فتح السحاب على الناس وانصب انصباب لهلك الناس وهلكت زروعهم وحيواناتهم وضر بهم ذلك لكن جعله الله ينزل رويداً رويداً انزلنا من المعصرات سماها معصرات فلا ينصب بقوة فيضر ما نزل عليه ماءً ماءً ثجاجًا منصبًا بكثرة وغزارة وتتابع لكنه عن طريق الرفق بالعباد شيئاً فشيئاً ثم إذا اجتمع صار ماءً كثيرًا غزيرًا ينتفع الناس منه يشربون ويسقون ويغتسلون ويتوضَّؤون ويبنون ويسقون أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أي من السحاب أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه وجاجًا فلولا تشكرون ينزله الله تعالى بقدرته من علو من السحاب لأنه لو نزل من ناحية دون ناحية أخرى لم تلأت الناحية التي نزل منها وغرقت ولم يصل للناحية الأخرى فاقتضت رحمته أن ينزل من علو من السحاب ليعم عموم الأرض يعم جبالها ووهادها ومنخفضاتها ومرتفعاتها وأوديتها وأشجارها وجميع من أعلى ماءً ثجاجًا لنخرج به حبًا ونباتًا هذا الماء النازل من السماء ينزل بقدر كما قال تعالى والذي نزل من السماء ماءً بقدر فأنشرنا به بلدةً ميتة ولهذا سمي ميكائيل بهذا الاسم وهو الموكل بالقطر لأنه يكيل القطر يكيل القطر موكل بالقطر وكل ما في باطل الأرض من الماء فهو فهو من ماء المطر كل ما في باطن الأرض من الماء فهو من ماء المطر فأسكنناه في الأرض كما قال تعالى وقال فأنزلنا من السماء ماءً فأسقيناكموه وما أنتم له بخازنين يعني نحن الذين خزنناه في الأرض فسلكه ينابيع في الأرض لماذا التعليل لام التعليل هنا لنخرج به أي لأجل أن نخرج بهذا الماء حبًا أنواع الحبوب من البر والشعير والذرة والأرز وغيرها مما يأكله الناس والأنعام ومما يدخرون وآية لهم الأرض الميتة وحييناها وأخرجنا منها حبًا فمنه يأكلون لنخرج به حبًا ونباتًا نباتًا أي خضرًا مما يأكلوا الناس والأنعام رطبًا هو الذي قال تعالى وهو الذي أنزل من السماء ماءً فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه خضرًا نخرج منه حبًا متراكبًا وأيضًا وجنات جنات ألفافة بساتين وحدائق ملتفة بأنواع الأشجار مختلفة بأنواع الثمار والماء واحد الله أكبر يُسقى بماءٍ واحد ونفضل بعضها على بعضًا في الأكل الماء واحد فتُنبت هذه البساتين الحلو والحامض والأحمر والأصفر وأنواع الورود والزهور والمر والمُسقى به واحد يُسقى بماءٍ واحد ونفضل بعضها على بعضًا في الأكل إن في ذلك الآيات لقوم يتفكرون المناسبة السياق وجناتٍ ألفافة أي بساتين ملتفة يلف بعضها بعضًا تجتمع مجتمعة ثم اتقل السياق مرةً أخرى إلى إثبات هذا اليوم العظيم كما بدأت السورة ببيان النبأ العظيم قال الله إن يوم الفصل يوم القيامة قال تعالى هذا يوم الفصل جمعناكم والأولين وقال تعالى إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين يوم لا يُغنِ مولًا عن مولًا شيئًا ولا هم يُنصرون إلا من رحم الله إنه هو العزيز الرحيم إن يوم الفصل كان ميقاتا هم كذبوا بالبعث فتوعدهم الله وهددهم وبين لهم بعض النعم التي أنعم جل وعلا بها عليهم وبعض دلائل القدرة التي نبَّههم سبحانه وتعالى عليها ثم بعد ذلك بيَّن الله في هذه الآيات تفصيل هذا اليوم فقال إن يوم الفصل سُمِّي يوم الفصل لأنه يُفصل بين العباد وبين الرسل وبين الأمم يأخذ المظلوم حقه من الظالم يُنصف من الظالم قال النبي عليه الصلاة والسلام لتُؤدَّن الحقوق إلى أصحابها حتى يُقاد للشاة الجلحة من الشاة القرناء ثم بعد ذلك يُفصل بين أهل السعادة وأهل الشقاوة فالسُعداء يكون مصيرهم الجنة والأشق يكون مصيرهم إلى النار إن يوم الفصل كان ميقاتا له وقت بأجل مُحدَّد لا يتقدَّم عنه ولا يتأخر فهو مُحدَّد بوقت معين قال تعالى قل لكم ميعاد يوم لا تستأخرون عنه ساعة ولا تستقدمون وقال تعالى قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم وقال تعالى فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم إلى يوم الوقت المعلوم وهذا في تأكيد لمجيء هذا اليوم وأنه سيأتي في وقته المُحدَّد وفي هذا ردٌ على منكر البعث وعلى من استعجل به وطلبه كما قال عن المشركين وقالوا رَبَّنَا عَجِّلْ لَنَا قِطَّنَا قَبْلَ يَوْمِ الْحِسَابِ قال الله تعالى أيضا وَيَسْتَعْجِرُونَكَ بِالْعَذَابِ وَلَوْ لَا أَجَلٌ مُّسَمَّا لَجَاءَهُمُ الْعَذَابِ وَلَا يَأْتِيَنَّهُمْ بَغْتَةَوْمْ لَا يَشْعُرُونَ فهو مُحدَّد بوقت إن يوم الفصل كان ميقاتا مُحدَّدٌ بوقت معين يعلمه الله سبحانه وتعالى ثم ذكر الله تبارك وتعالى بعض مظاهر هذا اليوم فقال يوم ينفخ في الصور ينفخ إسرافيل عليه الصلاة والسلام ينفخ في الصور وهو القرن بأمر الله تعالى يأمره الله أن ينفخ النفخة الثانية فيقوم الناس من قبورهم لرب العالمين إلى أرض المحشر ليحاسبوا وهما نفختان الأولى نفخة الفزع والصعق والموت والثانية نفخة البعث والقيام للحساب كما قال تعالى وَنُفِخَ في الصور فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهِ ثُمَّ نُفِخَ فيه أُخْرَى فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنْظُرُونَ وقال تعالى يوم ترجُف الرَّاجِفَة تتبعها الرَّادِفَة وقد جاء عند الترمذي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال كيف أنعم وقد التقم صاحب القرن القرن وحنى جبهته وأصغى بسمعه ينظر متى يؤمر يعني متى يؤمر أن ينفخ في الصور وجاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بين النفختين أربعون قالوا أربعون يوما فقال أبو هريرة أبيت أبيت يعني ما أدري قالوا أربعون شهرا قال أبيت قالوا أربعون سنة قال أبيت ثم ينزل الله من السماء ماء فينبتون كما ينبت البقل ليس من الإنسان شيء إلا يبلأ إلا عظما واحدا وهو عجب الذنب ومنه يركب الخلق يوم القيامة ومنه يركب الخلق يوم القيامة هذا في الصحيحين يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا تجيئون ليوم القيامة لموقف لهذا اليوم العظيم تأتون أفواجا جماعات فتأتون أفواجا فيأتي الناس للقيامة جماعات جماعات كما قال تعالى ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث يعني من القبور إلى ربهم ينسلون وقال تعالى وترى كل أمة جاثية كل أمة تدعى إلى كتابها وفتحت السماء شققت السماء وفطرت كما قال تعالى السماء انشقت وقال ويوم تشقق السماء بالغمام وقال إذا السماء انفطرت فكانت أبوابا صارت طرقا ومسالك لنزول الملائكة عليهم الصلاة والسلام ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا وسيرت الجبال الجبال هذه العظيمة بعد أن كانت راسية ثابتة سيرت فصارت تتحرك وتميت وترى الجبال تحسبها جاملة وهي تمر مر السحاب صنع الله الذي أتقن كل شيء قال تعالى وتسير الجبال سيرا وقال وتكون الجبال كالعهن المنفوش وقال وإذا الجبال سيرت فكانت سرابة يخيل للناظر أنها شيء وليست بشيء ليست بشيء تذهب بالكلية لا عين ولا أثر ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا وقال تعالى في سورة المرسلات كما سبق وإذا الجبال نسفت فتسير الجبال وتكون في الخفة كالعهن المنفوش وفي السرعة تكون كمر السحاب تذهب وتضمح إن جهنم كانت مرصادا جهنم اسم من أسماء النار أعاذا لله وإياكم منها كانت مرصادا مرصدة معدة مهيئة لمن؟ للطاغين لهؤلاء المشركين الكفرة الذين تجاوزوا الحدود الشرعية وارتكبوا ما نهاهم الله عنه كانت مرصادا للطاغين مآبا فهي مرجع ومصير لهم كما قال تعالى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وقال تعالى هذا وإن للطاغين لشر مآب جهنم يصلونها فبئس المهاد لابثين فيها أحقاب أي إن هؤلاء الطاغين هؤلاء الكفرة هؤلاء المشركين يقيمون في النار أحقابا جمعوا حقب والحقب جمعوا حقبة والحقبة الدهر المدة من الزمن قيل إنها ثمانون سنة يعني يقيمون في النار دهورا ومددا طويلة لا تنتهي ولا تنقطع كلما مضت مدة جاءت مدة أخرى وهكذا فإن النار لا تفنى ولا يفنى عذاب أهلها كما دلت على ذلك الأدلة الصحيحة لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا لا يجدون في جهنم بردا تبرد به ظواهر أبدانهم أبدانهم ولا شرابا يذهب ضمأهم وتبرد به أجوافهم والعياذ بالله لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا ولما نفى ذوق البرد والشراب ربما توهم السامع أنهم لا يذوقون غيرهما فقال إلا حميما وغساقا فيكون الاستثناء من عام مقدر هنا يكون الاستثناء هنا من عام مقدر لربما يتواهم السامع أنهم لا يذقون غيرهما فقال إلا حميما وغساقا استثناء من البرد الحميم ومن الشراب الغساق كما قال أبو العالية والربيع بن أنس أما الحميم فهو الحار الذي قد انتهى حره وشدةه والعياذ بالله كما قال تعالى وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم والغساق مجتمع من صديد أهل النار وعرقهم ودموعهم وجروحهم فهو بارد لا يستطاع من شدة برده ولا يواجه من شدة رائحته ونتنه والعياذ بالله وقد مرى الغساق في سورة الصاد في قول تعالى هذا فليذوقوه حميم وغساق وآخر من شكل أزواج جزاء وفاق هذا الذي صاروا إليه من هذه العقوبة وفق أعمالهم الفاسدة إنهم كانوا لا يرجون حسابا لم يكنوا يعتقدون أن ثم دارا يجزون فيها ويحاسبون وكذبوا بآياتنا بحجج الله جل وعلا وبراهينه التي أنزلها على رسله وبكتبه كذبوا تكذيبا كذبوا بآتنا كذابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا يقال إلى أهل النار والعياذ بالله ذوقوا ما أنتم فيه فلن نزيدكم إلا عذابا من جنسه ثم قال تعالى إن للمتقين مفازا السعداء هؤلاء لهم من النعيم والكرامة لهم مفاز لهم متنزة ثم ذكر الله جل وعلا شيئا من هذا النعيم فقال إن للمتقين مفازا حدائق وأعناب ويلبساتين من النخيل وغيرها وكواعب أترابا أي حورا كواعب نواهد يعني ثديهن نواهد لم يتدلين لأنهن أبكار عرب أتراب كواعب من الاستدارة وكأسا دهاقا أي لهم في الجنة كأس الخمر الذي هو لذة للشاربين دهاقا مملوئة متتابعة وكأسا دهاقا أي مملوئة متتابعة ثم ذكر الله تبارك وتعالى بعدما بيّن أنهم يشربون من كأس الخمر المملوئة المتتابعة الصافية قال لا يسمعون أي في الجنة لغوا أي كلاما لاغيا باطلا لا فائدة فيه ولا كذابة لا يسمعون فيها تكذيبا وإثما كما قال تعالى لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما وقال لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما ولهم رزق فيها بكرة وعشية جزاء من ربك عطاء حسابا عطاء كثيرا وافيا وكفى بالله حسيبا عطاء من ربك كفى بعطاء الله سبحانه وتعالى هناك قال في الطاغين قال جزاءا وفاقا وهنا قال جزاءا من ربك عطاء حسابا هناك جزاءا وفاقا وهنا جزاءا من ربك عطاء حسابا فمجازات الطاغين يكون الجزاء موافقا لأعمالهم وهذا عدل منه سبحانه وتعالى وفي مجازات المتقين يكون الجزاء مضاعفا لهم وأوفى فضلا منه سبحانه وتعالى رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا الرَّحْمَانِ لَا يَمْلِكُونَ مِنْهُ خِطَابًا فربنا جل وعلا الرب الرحمن سبحانه وتعالى لعظمته وجلاله لا يقدر أحد على ابتداء مخاطبته إلا بإذنه كما قال تعالى يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه وقال من ذا الذي يشفى عنده إلا بإذنه يوم يقوم الروح وهو جبريل عليه الصلاة والسلام كما قال تعالى نزل به الروح الأمين وخص جبريل بالذكر بين الملائكة لفضله وعظيم منزلته وشرفه عليه الصلاة والسلام لأنه الموكل بالوحي يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون وذهب بعض المفسرين ورجح هذا ابن كثير إلى أن المراد بالروح هم بنوا آدم يوم يقوم الروح قال هم بنوا آدم لأن الله أوجد فيهم الأرواح لكن الأول هو أرجح والله أعلم أن المراد بالروح هو جبريل عليه الصلاة والسلام يوم يقوم الروح والملائكة صفا مصطفين لا يتكلم أحد منهم تعظيما لله عز وجل وهيبة إلا من أذن له الرحمن بالكلام وقال قولا صوابا قال قولا حقا ذلك اليوم الحق وهو يوم القيامة المحقق الوقوع الذي لا شك فيه ولا ريب هو يوم العدل الأكبر يوم تأخذ كل نفس حقها فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا من شاء جعل إلى ربه مرجعا ومنقلبا يؤدي به إلى مرضاة الله ثم قال تعالى إن أنذرناكم عذابا قريبا أي خوفناكم بما أنزلنا من الكتب على ألسنة الرسل عليه الصلاة والسلام عذابا قريبا هو عذاب يوم القيامة لأنه آت وكل ما هو آت قريب يوم ينظر المرء ما قدمت يداه من خير وشر كما قال تعالى يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرة ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا يتمنى في ذلك اليوم حين ينظر إلى أعماله السيئة وكفره وشركه يتمنى أن يكون ترابا لم يخلق وأنه لم يوجد وقيل أنه يقول هذا إذا رأى أن البهائم قال أكوني ترابا يتمنى هو أن يكون ترابا نسأل الله العفو والعافية لنا ولكم وللمسلمين أجمعين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أفلا يتدبرون القرآن أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها فعلى المسلم أن يجتنب هذه الكبائر ويتعاهدها ولن يجتنبها ويتعاهد تجنبها إلا بأن يتعلم متى ما رابيت فهو محرم وداخ في هذه الآية تعلم علم اليقين أن الله تعالى له الكمال المطلق وبيده الخير كله وعنده خزائن السماوات والأرض فحينها ليس لك سبيل إن كنت عبدا صادقا مؤمنا أن تتوجه لغير ربك ترجمة نانسي قنقر